والله دي احنا عندنا من هذا كلام كتير جدا بس انا بقى من الناس اللي بتحب برضو اسمع طول الوقت ارقام وحقائق وما الى ذلك ارقام وحقائق على ايه؟ تعالوا نتكلم ارقام وحقائق على حجم الدعم اللي بيقدم وعلى اعادة هيكلة هذا الدعم او ترشيد هذا الدعم وبالمناسبة برضو لازم تبقى فاهم حاجة مهم ايه هي؟ احنا مثلا لما بديجي نتكلم مع حضرتك في البرنامج ده على الاراضي الزراعية اللي بيتم استصلحها اللي هي بتحتاج بالتأكيد مية صح؟ طمام طب انا بجيب مية منين وده سؤال مهم قوي يعني انا هجيب مية منين انا الحصة المائية بتاعتي سبتة الـ 55 مليار متر مكعب هما هما ماشي؟ اذا انا ازاي بزود الرقعة الزراعية بتاعتي ده من جهة ومن جهة تانية طيب وحالة التزايد السكاني اللي انا اصفها دائما بأنها مزمنة دي بعمل فيها ايه؟ اللهي المية الحلوة النيلي بتروح للناس السكان طيب يفضل لي كده الاراضي اللي انا بزرعها ويفضل لي كمان النشاط الصناعي بتاعي خد بالك موال النشاط الصناعي ده يحتاج مية في كثير من الصناعات يبقى انا لازم اشتغل على ان انا يبقى في عندي محطات للتحلية ومحطات للمعالجة ومحطات للرفع صح؟ طيب الحاجات دي بتيجي منين؟ هي بتيجي بفلوس صح؟ صح؟ طمام اذا الدعم ده زي ما فيه جزء بيروح للعيش زي ما فيه جزء بيروح للطاقة زي ما فيه جزء بيروح للتعليم زي ما فيه جزء بيروح للصحة فيه جزء برضو بيروح للمية لانه استخداماتك المائية انت كمواطن او انت كدولة بتزيد فانت طول الوقت لازم تقعد تشتغل على عملية الترشيد لهذا سبب انا فعلا بستخدم هذا المصطلح الترشيد اللي هي ايه؟ الرشادة في الاستخدام الرشادة في الانفاق تخيل انه دولة ما تاخد قرار انها توجه كل قدراتها المالية المتعلقة بالدعم مثلا او بمسندة مواطنيها في فرع واحد فقط لغير ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي خلل في كل الفروع التاني هيحصل عندي خلل في كل الفروع التاني وانا هضرب لك مثلا ما هواش بعيد عن حضرتك ولا بعيد عن واحد من سني انا اتولدت سنة 1975 20 فبراير 1975 انا من الناس اللي قدر اقول ان انا شفت البلد دي او شفت المواطن وهو بيتكفي على وشه ده بجد مش هزار بيتكفي على وشه ليه بقى؟ بلد استخدمت اسلوب شديد الغرابة في التعامل مع مواطنيها يعني الدولة انا زاك استخدمت اسلوب غريب جدا اسلوب بتاع احمدوا ربنا على الموجود واللي مش عاجبوا ياخد بعضه يكت سفروا ما تقعدوش في البلد دي هجروا لو مش عاجبكم روحوا اشتغلوا في حتة تانية اللي مش عاجبوا يتكل فهتلاقي انه في عدد كبير جدا من اهالينا خدوا بعضهم واتكلوا فعلا صحة ولا انا غلطة طيب ليه؟ لانه الدولة عملت بهذا بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة فكانت طول الوقت بتديلك المسكن الغريب اللي هو بتاع ايه؟ بص 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 هو الريف اللي عيش بقرشين وليتر البنزين مش عارف بكام وكيلوات الكهرباء بكذا مبسوط مبسوط حلو يلا بينا بقى ندور على المواصلات مفيش لما دخل متر الانفاء كان 86 ولا 87 والله مش فاكر قوي يعني واتذكر وقتها انه احنا فرحنا جدا في مصر انه بقى في عندنا حاجة اسمها متر الانفاء وساعتها انا اتذكر جيدا انه خالي العزيز محمد نجيب وكان وقتها ايه ده محمود وكان وقتها زابط بالقوات المسلحة سلاح البحرية تحديدا قلنا له يا خالي احنا عايزين نركب متر الانفاء مش عارف ليه قلنا يا خالي نجيب تحديدا يعني كلنا اطفال العيلة واليد في اليد فانزلنا وخدنا خالي ويركبنا العربية وبعدين روحنا لحد المحطة بتاعت متر الانفاء عشان نشوف هذا الاختراع مصر قاعد تقد ايه بقى بمتر الانفاء ده خط واحد لقوا ايه ويزلونا بيه ده احنا دخلنا لكم متر الانفاء انتوا بتزلونا ليه هو انت دورك تعملي متر الانفاء دورك تقدملي منظومة نقل وتبقى منظومة محترمة دورك وانت بتخصم مني لضرايب وليه طول الوقت تزللني بانه انا بديلك الدعم اللي هو فين انا مش شايف منظومة نقل كان عليها الايه ما يعني لا في التمانينات ولا في التسعينات ده مثلا طيب في نفس الوقت هو هو بالمناسبة تمانينات برضو وتسعينات والفنات لقينا حاجة قاعدة عمالة بتكبر وبتتزايد بص هي بدأت ظاهرة ما تظهر وتنو تقريبا اتنين وسبعين لكن وصلت لمرحلة مخيفة في تسعينات القرن العشرين اسمها العشوائيات وتقسمت لنوعين حاجة اسمها العشوائيات الخطرة وحاجة اسمها عشوائيات غير مخطط لها يعني ايه اقولك عشوائيات الخطر زي صخرة الدويقة اللي وقعت على اهالينا السؤال بقى هي كانت فين الدولة اللي سايبة الناس تعيش تحت سفح الجبل مهددة بانه الصخور تنزل على قدمغتهم فيموتوا كانت فين الدولة دي الله طب فين دعم الدولة دي للمواطنين دول يعني ازاي ما تبنى لهمش بيوت كويسة مثلا ازاي ما خدوش حظهم من التعليم ازاي ما تمش اعطاقهم فرصة جيدة ان هم ما يتعلموا في جامعة كويسة طب ازاي ما اتعمل لهمش فرصة جيدة ان هم ما يحصل او اتعمل لهم طريقة ما حتى يستطيع ان يحصل على عمل لائق يقدر ياكل منه لقمة عيش بالحلال وبشكل كريم طبعا احنا عارفين العشوائيات كانت القوام الاجتماعي بتاعها عامل ازاي نوعيات المهن اللي كانت موجودة عاملها ازاي الاخير هل ده زنب الناس عمره ما كان زنب الناس ده زنب دولة تنشط غمت عينيها حطت ايديها على ودنها واكتفت فقط بس بانها تطلع من وقت للتاني تزل الناس ده احنا سايبن لك والعيش مش عارف بك ده احنا مش عارف بنعمل لك بطالوا بقى ده اللي كان بيتقال وخيرنا بس ان نتذكر خطاب عيد العمال الشهير مرحة رايس خيرنا بس نبقى منطقيين ونرجع بس ايه نفتكر الايام اللي فاكرها جيلي والجيلي اللي كبر مني وقد يكون جين اصغر شوية كمان يعني طيب مش كان اولى ان الدولة تبني للناس دي بيوت وتبني لهم مدارس وتوديهم المستشفيات ولا ايه فاكرين حاجة كان اسمها قوائم الانتظار ودي اللي انتهت يعني بلايش انت فاكر طبعا فيروس سي واللي خلص برضو خلص ازاي فيروس سي عشان في حاجة اسمها ادارة موارد الدولة انا باعد اعمل عملية الرشادة في استخدامات بتاعت الدعم او في توجيه الدعم بتاعي انا هاعمل هنا كزا هاعمل هنا كزا هوادي المبلغ ده في الحتة دي الحتة دي لازم تروح لفايروس سي الحتة دي لازم تروح لقوائم الانتظار الحتة دي لازم نزود بها السراء الجوة المستشفيات الحتة دي لازم نبني فيها مستشفى اصلا الحتة دي لازم نبني فيها بيوت او لازم اخلي الحتة دي لاكت العشوائيات الخطرة لازم اخلي الحتة دي لانه ماينفعش البني ادم ماينفعش مواطن مصري المواطن اللي هو بن قدم المصري ده هو اللي أسس مفهوم الحضارة في العالم يبقى عايش مهدد طول الوقت بصخرة الدويقة ولا صخرة اللي مش دويقة طيب إذن كان لازم طول الوقت نعمل إيه نشتغل على هزا الملف هزا الملف بيحتاج إنفاق إزاي بضبط كده بنجيب الميا إزاي؟ إنفاق بقضي على قائم الانتظار إزاي؟ إنفاق بقضي على فيروسي إزاي؟ إنفاق أسهل حاجة في الدنيا أقول لك بص أغيفي لقش لسه بخمسة سخزامه هو إنت ميت فول والبنزين هخلولك بجنيه ورب اتنين جنيه طب بخمسة جنيه إنت ميت فول ما تسألنيش بقى على المستشفى ولا على المدرسة ولا على المية ولا على الجامعة ولا أي حاجة ولا على فرص العمل معدل البطالة قال لأ دي يا سادة أسئلة كتير وأجوبة هتبقى أكتر بس الأجوبة دي على هذه الأزمنة التي يراها المزيع غابرة هتزعى الناس كتير جدا ويقعدوا بقى يكتبوا على تويتر وبتاعموا في ناس قاعدة إيه للسقطة واللقطة أو قاعدة للفاضية والمليانة وهم غالبا ناس فاضية فقاعدين طول الوقت هيكتبوا على الفاضي وأنا دايما عندي جملة لطيفة بلاش أنا